بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد ده كان اول ملف نزلناه من كتاب اي وان تريجر او اي وان براكتس طبعا احنا مش هنبحر فقط في الكتاب ده النهاردة ان شاء الله بمجرد ما سيادتك تسمع الملف ده او تسمع الفير ده هتلاقي فيه ملف تاني نزل باسئلة من كتاب جيم الاسئلة دي مش بس من الكتاب معين انا بجيبها من كتاب اي وان تريجر اه وبكون في اسئلة بعيد صياغتها بحس ببقى فيها درجة من الصعوبة وكون فيها فكرة يعني الاسئلة دي مش موجودة نصا كلها لكن معظمها من كتاب اي وان طبعا والفضل يعود لسم الله تعالى ثم الكتاب ده ومؤلفين فشكرا ليهم اه عايز ااكد ان حضرتك بعد ما تخلص تسمع الفيرو ده هتلاقي فيه ملف تاني نزل على الجروب ياريت تمسك الملف وتحله اتمنى ان اتحل الملف قبل ما تبص على الفيديو وتشوفه علشان تستفيد اول سؤال معانا بيقول شير دي معناها هيتشارك كلمة دي ما كنتش تقريبا زاهرا في الملف اللي انت خدته اكيد لانك كنت مسحتها اللي انك تنتخبطة المهم تو هنا في موجودة عايتك تفهم الفرق من الاربع كلمات دول سريعا ايه الفرق من الاربع كلمات؟ اولا كلمة ماتر يعني هم وانتريست يعني هم برضو وقدمير يعني يعنع يعجب وكنسيرن يعني يهيئ يهم او يقلق و لكن عايتك تخذ بالك ان كلمة ماتر دي لازم بيكون بعدها مفعول وبعدين والفعل في المصدر. يبقى ده بالنسبة للمتر رقم واحد. خد لي مسال مسلا على سبيل المسال. لما قولك مسلا آآ الموضوع بيهمني. يعني يهمني ما يقوله الناس عنك. حلو. خد بالك ان انت في الجملة دي استخدمت لي ماتر اهي موجودة. ومع ماتر استخدمت لي معها والفعل في المصدر. حلو الكلام ده رقم واحد. طيب الكلمة التانية بقى. كلمة كلمة دي معناها يقلق او برضو. بس بنجيب بعدها على طول المفعول. ما بنحتاجش بعدها. بنجيب بعد دي المفعول. على سبيل المسال. الامر لا يهمني. يبقى كلمة دي معناها يهم او يقلق. وما بنستخدمش بعدها طول المصدر. كلمة التالتة كلمة برضو نفس القصة بنجيب بعدها مفعول. وبعدين تكمل الجملة. على سبيل المسال. آآ يعني هذا المقال ما هي. هذا المقال ربما يهمك. خد بالك انت ما خدتش طول المصدر. احنا كده اخدنا ماتر وكنسرن. لسه معنا كمان كلمة ربعة ماتر وكنسرن وكلمة ادمير. ادمير دي عشان نحكيها لك فنرزم اربط لك بين كلمتين. كلمة ادمير ومعاها كلمة ابيل. ركز معي. كلمة ابيل دي معناها يروقوا لي. او يعجبوا. لكن كلمة معناها يعجبوا بي. دي معناها يعجبوا بي. والمسال هو خير دليل وخير اضافة. ركز معي. لما قول لك لما قول لك مسلا ادمير يعني ايه الكلام ده? انا اعجبوا بهذه القصة. حلو الكلام. يبقى دي معناها انا اعجب بي. طيب وما الكمة معناها يروق لي. انت هنا بقى هتقول لي يعني هذه القصة يعني هذه القصة تعجبوني. كأنك بتقول ان ادمير بنجيب بعدها اللي بيحب هكتبالك ده يعني هكتبالك بالعامية اللي بيحب. الشخص اللي بيحب. وبنجيب بعدها الشيء. المحبوب. اللي انت حبيته. حلو? على عكس قبيل. قبيلته دي بنجيب قبلها الشيء اللي انت بتحبه. وبعدها الشخص اللي بيحب. انا بحاول اكتبالك بالعامية لانها ما بتجيش غير كده. طيب انت بتقول لي مسلا عمر كمان مسال كده. عشان المسال ده بحب بضربه دايما مسلا. يعني انا بحب حلو. طيب انت بقى هنا قلت لي الحاجة اللي بتعجبك الشيء وبعدين مفعول. انت قلت لي مسلا انا اه هزي القصة تعجبني. برضو هذه السيارة يعني هذه السيارة تعجبني. طروق لي. حلو الكلام. طيب احنا كنتخدنا الاربع كلمات. وبما ان احنا اخدنا الموضوع ده واخدنا ان في اللي بيجي معها طول وحيدة. هي كلمة ماترز يبقى المفروض نستخدم هنا. ومعنى الجملة على بعضها الناس لابد ان يتشاركوا الاخبار فقط التي تخصهم. طب يا مستر عايز استخدم كلمة في الجملة ديت. هنقول بقى وانشيل موست. طبعا انا عايز استخدمها. هنقول بقى طب كلمة يعني ايه ادمير? يعني واجب به احنا نسينا بتيجي ازاي? لا واحنا هنفتكر مع بعض. العاقل اللي بيحب وبعدين ادمير وبعدين الشيء. بمعنى هتبقى آآ شد شير ذا نيوز. زات زي ادمير يعني الناس يجب ان يتشاركوا الاخبار ذات زي ادمير يعني اللي هما بيعجبوا بيها. طيب نرجع على بعض الباحثين. القصة بتاعت دي عايدك تعرفها برضو كلمة قصتها ايه? قال لك ان كلمة دي اصلا عبارة عن حلو الكلمة دي كده عبارة عن طيب يعني بما انها عددتك عايز تجيب معها على سبيل المسال او الاول قبل ملك المسال عايدة تعرف انها بتساوي بتساوي في المعنى اللي انا هكتبو لك ده بتساوي في المعنى معناها كده. طب خد مسال. لما تقول مسلا آآ سنو. سنو. لايكلي تو فول. ده معناها الجليد ربما يسقط. ممكن نشيل از لايكلي تو ونحط مكانها حلو الكلام. مثال كمان. لم اقول لك وات اوار. وات اوار آآ ذا لاي لي افكتس معناها ما هي الاثار التي ربما تحدث. فخد بالك لايكلي دي صفة عشان كده اجابنا قبلها برضو. طبعا دي محتاجين هنا علامة تستفهام. كمان مسال. لم اقول لك زا موست لايكلي ابليكن. يعني اي دا موست لايكلي ابليكن. يعني اكثر المتقدمين احتمالية قبولي. وبكلمة لايكلي هنا صفة. بعد تفهم من كلمة دي بنستخدمها في اللغة الانجليزية كصفة. واخد بالك انك ممكن تقول لايكلي تو والمصدر يعني تو ممكن نقول لايكلي على سبيل المثال الاطفال الاطفال اللي اولياء امرهم بيكونوا فقراء لايكلي تو بي مسلا اه جود. معناها الاطفال اللي ابقهم بيكونوا فقراء لايكلي تو بي يعني يعني جود. انتبه للقصة دي. يبقى انت ممكن تقول والفعل في المصدر او وصفة. طيب نرجع لجمولتنا اللي احنا كنا بنحل فيها. انت بتقول لي بعض الباحثين بيقولوا. انه من المحتمل. ان هو يؤثر على المخ. يبقى انت عايز وبعدين وبعدين يبقى تاخد اللي هي دي. عادة تعرف ان انت اخدت عشان دي صفة اصلا. تعامل كصفة. طيب اه القنبلة طبعا القنبلة سببت تلفا كبيرا. وانا بقرأ كده مستر انا اكيد بقرأ وانا فاهم. خدت بالي ان كلمة موجودة. وباقي ما اني موجودة انا عايز جمع مفرد فانا هستبعدها. مفرد فانا هستبعدها. مفرد فانا هستبعدها. وتلاقي نفسك بكل نصاحة حلية الجملة صح وبقت الاجابة فعلا اللي معناها اصابات. كان ممكن استخدم بس اجيب لها اس في الاخر وتنفع. كان ممكن استخدم اصابات وتنفع. طيب رقم تلاتة اربعة. انت هنا بيقول لك في الجملة دي اختار اتنين اكيد يعني او بي و سي وكده ففي الاخر هتختار. يعني لانا يعني بينما والزو معناها بالرغم من ان. والتنين ينفعوا. ممكن تقول بينما انا احب بكل انواع السمك الا ان توجتي تحب اللحوم. وبالرغم ان انا بحب يعني الاتنين بنفس المعنى. فكلمة يا شباب بتساوي لكلمة يبقى كده اجابة بي ان سي. طيب بعد كده اي مست ساي. انا لازم اقول لك شكرا. اولا دي المفروض ان هي في هنا دي بتساوي كلمة معناها الثاني. طيب اللي احنا قلنا معناها ربما. اذا ان الاجابة كده اصبحت كلمة اللي اللي بتساوي في النهاية ختاما معناها كده. ختاما لابده ان اقول شكرا لك. المنظر من القمة احنا لسه كنا بنحكي في وقلنا ان دي معناها يروقوا لي. فانت كان ممكن تقول بس نقصة كلمة بس وكتبقى جمدة جدا وتبقى الجملة مضبوطة زي الفل. يبقى لو هي موجودة كنا اخدناها. يبقى انت اخد بلها دي احتمال. ادمير دي يا مستر. بنجيب الاول اللي بيحب وبعدين الشيء اللي بتحب. طب انا هنستخدمها في الجملة دي. هتقول. يبقى كده برضو ادمير ما تنفعش لان الجملة مقلوبة. طب استمتع اكيد ان كل واحد استمتع. فهنقول بها برضو ما تنفعش لانها مقلوبة. اخر ان الاجابة هنا كلمة اللي هي اللي هي ابهرة. فانت بتقول بقى ان المنظر من القمة ابهرة كل واحد من الناس. طب نمبر سافن. احنا عارفين محافظين كويس جدا ان كلمة دي لها احتمالين اتنين. ما لهمش تالت. اما انك تقول لي تجيب بعدها المصدر او انك تقول وتجيب بعدها الفعل مضاف له او تجيب لي بعدها واحدة من الاتنين دول. طيب انت قدامك هنا في الجملة بيقول لك يبقى انت عايز كلمة يعني يختلف وانا عايزك توقف معي وقفها ببسيطة جدا. كلمة دي هي يعني يختلف. يختلف. طيب امال ديفرنت ديفرنت دي معناها مختلف دي الصفة. الصفة نفسها مختلف. طيب اه امال اختلاف. طب ما دي جاي كده نشوف. امال ايه برضو فيه كلمة اسمها برضو بالمناسبة دي يعني. يعني يميز. دي يميز بابينا. يميزوا بين. واديني مسال اخد لك مسال. بص يا سيدي. ممكن اقول لك كان يو. اه ديفرنت شيات. بتوين. حاجة. حاجة تانية. هل يمكنك ان تميز بين الحاجة دي والحاجة دي. كان يو تلمي دا ديفرنس. انت اخبرني الاختلاف. كان يو تلمي. هاو ديفرنت دا تو سينجس ار. راي. ارجع بالموضوعنا. انت بتقول بقى ان الرقم تليفون والدي بيختلف عن رقمي باي وان باي واحد. دي دي معناها رقمي. يعني باستخدام الانترنت. يعني باستخدام الكمبيوتر والكده يعني. يعني رقم. يعني كلمة دي زي كلمة بالزبط. يعني احنا ممكن نيجي هنا كده على كلمة دي ونقول له ونقول الكلمة دي بتصوي كلمة اللي معناها برضو رقم. حلو? طيب. يبقى هنا زيها بالزبط زي. طيب وانا هعملها كده بلوم مختلف عشان لما تخدها تعرف تتذكرها. طيب معناها رقميا. انت في الجملة ما بتقول لرقم والدي زي رقمي بالزبط مختلف عنه يعني رقم واحد يبقى او ينفعه. طيب ما هو هاي? بس انت قلتلي يا عم? ازاي احنا متفقين لما يكون في صفة عايزين قبلها ظرف. ولما بقصت في الاختيارات ملقيت شغل الكلمة دي بس هي لظرف ومش عارفة ترجم. الاجابة كده صح. طيب ما تيجي ان ترجم. خدمة العملاء كانت سيئة بشكل صادم. يبقى كلمة معناها بشكل العربي كده. معناها بشكل صادم طيب فانت قلتلي بقى ان هي كان يعني كانت صادمة او سيئة بشكل صادم جدا. طيب بعد كده اه مش هتسبت معين هتسبت لوحدة. طيب بعد كده يا عم بقول لك اه ان ايه? اراء كلها قديمة. يبقى ايه بقى? هنا بقى هنرجع نضطر نرجع هنا للسبورة. اندي عارف ان كلمة in short بتساوي shortly. عايزك تحفظ در عشان تخلص منهم. بتساوي in brief. بتساوي briefly. بتساوي كمان to sum up. بتساوي in summary. كل ده كده بمعنى واحد معناها باختصار تعالى نشوف. ان ايه بقى ترى? ان short صح? وان summary صح? وايه تاني? ان brief صح? يبقى انت قدامك تلاتة. ان short. ان summary. ان brief. وكان ممكن تشيل ان خلص من هنا وتروح قليلي shortly او briefly. طيب. انتبه لده كميس. انا قلت لك هنا ايه? in short. in short. و in brief. اللي بتساوي كلمة brief ليه يعني? وتو sum up و in summary. طيب. في الجملة هنا احنا اخترنا ثلاثة طيب. اه. وما لقى short short يزديم عنها الفيديوهات القصيرة. people who not crimes go to prison. عايزك تعرف الناس اللي زين يرتكبون الجرائم. كلمة يرتكب الجريمة حاجة من اثنين. اما انك تقول do a crime. يعني يرتكب جريمة. وممكن تقول اه commit a crime. يبقى do a crime وcommit a crime لاتنين دول معناهم يرتكب جريمة. الاتنين بنفس المعنى. الاتنين نفس المعنى. انا اخترت مين بقى طيب انا اختر مين? والله يا فندم انا قدامي في الاختيارات do a crime. وقدامي في الاختيارات do a crime. بس يبقى ما نفعش ضازي. يبقى انا قدامي do do a crime وcommit a crime. اللي هي دي. طيب. اللي بعد كده one on my way home وانا ماشى في طريق البيت. an interviewer meet me. واحد راجل محاورد قابلني في الشارع. هي اسكت مي اكوشن. سألني سؤال. اي انسرت? وانا جاوبت. يبقى انا كده فوزت ب الف جنيه. هنا بقى عايزك تعرف. انك ممكن تقول win money. يكسب فلوس. ممكن تقول make money. وممكن تقول earn money. دول معناهم يكسب مال نتيجة لعمل. الراجل اشتغل. حلو. لكن win money ديت معناها يكسب. مال كجائزة. ودي مهمة جدا وعايدك تركز عليها كده وتسجلها عندك كجائزة. انت ماشى في الشارع واحد سألك سؤال وانت خدت خمسين جنيه. يبقى تقول اي وان ماني. طب انت اشتغلت وطلع عندك في مشروعك فتقول اي ميد ماني او ارنت ماني. طيب انت هنا في الجملة بها بالراجل بقول لك قبلي في الشارع وسألني سؤال وانا جاوبته ويبقى انا كده اخدت الفلوس دي كجائزة. يبقى. هنا احنا قلنا دي. واحنا بنشرح في الملف في اسئلة الوحدة ولكن عايدك تعرف انك لما تقول دي بتساوي دي معناها ينتظر بلا صبر ينتظر ومتعجلا بس انتبه كده واخد بالك ان انا قلت لك هنا ايه مانتلكش يعني دي ما فيش اخرها ايه. تعال نشوف كده في الجملة بقول لك ايه بقول لك ايه هنا باتت بس والقيه الاخيرة دي بوزتها وخليتك تروح انت مسج القلم وعمل عليها غلط وانت مغمض عينك انا كنت انتظره حتى يأتي بصبر اه ينفع انا كنت منتظر بصبر طيب اه دي حضرتك اللي هو الطعم ملاش علاقة بالموضوع خالص يبقى بلا صبر يبقى رقم سي كمان يبقى انت كده قدامك كما واحدة اتنين ممكن تقول كنت منتظره لما يجي بصبر او كنت منتظره بلا صبر طبعا انا مفوض ان ايه كان هنا اكتبلك يعني بس ما كده بتش غلطة مني حزفت شوية ملفات من الكمبيوتر بتاعي ايه ترى هنا بقى هنرجع للصبر شوية عايدك تعرف ان في كلمة اسمها يعني يعني عمدا بتسوي كلمة دي الكلمتين دول معناهم عمدا او متعمدا حلو عكسهم بقى في كلمة اسمها اللي بتسوي كلمة الكلمتين دول معناهم عن طريق الخطأ بلا عمد يعني بلا تعمد او عن طريق الخطأ او عن طريق الخطأ وكمان معناهم كمان بالصدفة انا انا قابلت بالصدفة نرجع لموضوعنا انت بتقول بقى ان انت حزفت بعض الملفات مع الكمبيوتر بتاعك يعني متعمدا ما انتاش عايزهم مفيش حاجة اسمها اسمها دي كده غلط المفوض تبقى مش طب لا اسمها يبقى دي كمان بوزد يبقى انت اخترتيني اجابة واحدة بس دي لبريتلي معناها متعمد ما انتاش عايز الملفات فحزفتها طيب you can read the digital edition انت ممكن تقرأ النسخة الالكترونية الرقمية من كتب بتاعنا عكس كلمة رقمي ما هو الكتاب ده حاجة من اثنين ان ام ان هو يكون بيلي اف تقرأها الكمبيوتر او ان هو يكون برينت يعني النسخة مطبوعة يبقى برينت زي متهم سيكريتلي هم قابلوه سيكريتلي سيكريتلي معناها سرا عكس كلمة سيكريتلي اكيد علنا علنا دي حاجة من اثنين او ان بابليك هو قال لك اختار اثنين يبقى احنا خدنا اوبن لي معناها قدام الناس علنا وان بابليك قدام الناس برضو don't be such a grumpy لا تكن هذا شخص المتزمر الغاضب دايما زي الصنم اوف كلمة 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 اللي بتسويها ايه ترى تعيب تعال نشوف ولا 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 تعال قفل اول كلمة دي معناها الشخص السمين تخين يعني طب دي معناها المتحمل اللي بيستحمل يعني برضو مستحمل لا يشتكي الغير مشتكي يعني الغير شاكي دي بتسوي كلمة وهم اللي بتنين معناهم متزمر يبقى الاجابة كده نمبر دي اخد بلك الرجل طلب منك السينان ما طلبش منك العكس ايه انا عندي ايه خاصة بيا بوس يا سيدي كلمة مين يعني يعني او يقصد كلمة المعنى كلمة معناها وسيلة ووسائل ومعناها برضو الكلمة دي بتديني معنى يا انت 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 كده بتقول انا عندي مال ودخل خاص بيا مين انجس اللي هي المعاني طبعا دي كلمة برضو بالكتاب والتي هتموا بيها اللي اطباء لطالما بيعبروا ايه في اهمية التمارين طبعا كلمة جاي من كلمة لو يظلم يعني معناها يبهر لصحافة ومعناها يضغط طب معناها يؤكد على والكلمة دي كده بتسوي كلمة معناها يؤكد على برضيب الكلمتين دول واسترس الاتنين ينفعوا هنا لطباء لطالما يؤكدون على اهمية اه الاكسرسايز التمارين طب الطلاب كان سوعدها لان الامتحان كان ديد ايزي كلمة ديد دي معناها الغاية اكستريملي وانت لما تيجي في جملة مسلا هنتقول لي ديد هابي يعني اكستريملي هابي طب ديد ديد اه ايزي يعني اكستريملي ايزي يعني فانت هنا قلتلي بقى ان الهيال كانوا مبسوطين لان الامتحان كان ديد ايزي يعني ديد دي اللي هو الموت ديد لي مناه فتاك او قتال ضايد يعني ماتا الجملة دي يعني ينكر اكيوز يتهم يذكر طب كلمة معناها يدعي ومن معناها كمان يودي بحياة يعني ينهي حياتي بل كلمة دي من معنيها يودي بحياة طبعا دي معاني مختلفة عن اللي احنا نحافظينها بها اكيد يبقى يودي بحياة يودي بحياة شخص يعني من الاخر كده يؤدي الى مقتل شخص الكلمة دي طيب بعد كده اه وهنا هنطلع على الصبورة ثانية واحدة ونرجع تاني كلمة دي معناها مجال وهي اسم لا يعد معناها مجال او فراغ يعني مكان في واضي حلو زيها بقى كمان في كلمة اسمها دي بقى اللي معناها غرفة الاوضة اللي بلنام فيها على سبيل المسال يعني انا عندي غرفة خاصة انتبه ان انت قلت لي هنا اه لأيدي كلمة اللي معناها غرفة انت بتعملها كاسم معدود حلو طيب لكن انت فكر الاكيد كان في سانية سنوي كان عندك مصطلح يقول لك ليس هناك مجال مجال للخطأ احفظ المصطلح ده معناها ليس هناك مجال للخطأ مفيش مجال انك تخطئ حلو طيب الحاجة الاهم من ده كله كلمة اللي عايزك تأكد عليك كلمة عنها مجال او فراغ لكن يعني غرفة تعال هنا كده انت بتقول ايوز التوشير انا عددتو ان قد اشارك ايه مع اخويا اكد اروم انام انا واخويا في نفس الاوضة طيب ام الايرومي رومي معناها واسع نص الغابة وزكت قطعت علشان نعمل ايه فور ارود للطريق اكان نعمل مجال فراغ يبقى روم الاولانية اتمنى ان انا مكنش عددت ملحوظة ما قلتهاش في الانتحان واتمنى انك انت تمسك كشكولك المحترم وتسجل وراي اول بول ده الملف الاولاني زي ما اتفقنا هنزل ملف تاني برضو من كتاب كتاب جيم افكار شفتها وانا عدلت فيها وافكار جبتها لك كما هي اهم حاجة لاني ستك تبقى معبق بالافكار من كل مكان السلام عليكم واتبا وبركاته